هذا الموت هذا الموت هذا الموت يرجع 12 طعنة جعلت أخاه يفارق الحياة وخمس طعنات طرحت محمد بالفراش حصيلة مشاجرة حدثت بين جارين في منطقة التراث ببغداد والسبب جار غسل باب داره فوصل ماء الغستي أمام منزل جاره الآخر بحسب قول المصاب البيت طلع من عدة شوية مية من الضرم ونزل راح يروح الشارع وصل يمي الجيران الجيران انزعج على مود الميشفن وصل يمي وصارت الموضوع هذا جو علينا البيت وقام يصيحون والطون بالباب طلعون نوسي شاشين ودتشي شوني ودتشي شو أخوي 12 طعن أخوي طعنه أنا خمس طعنات وطلقي أخوي توفوا بمكاني وأنا رحت في حالة خطرة عائلة المقتول حمزة رفعت دعوة قضائية وتطالب الأجيزة الأمنية بإلقاء القبض على الجنات محاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وبانتظار إجراءات القوات الأمنية نطلب تسليمهم لحد الآن ما استلموهم الدولة ويبقى الدولة هي جاية على موتهم على موت يجيبهم وأدبهم الأكيد القانون حريص يلزم الجنات ويخليهم تحت مضلة القانون وأحنا أكو عدنا التزامات وأكو عدنا عرف عشائرية نسير بهذا الاتجاه إن شاء الله لحفظ ومؤخرا أضحة جرائم القتل تتزايد بشكل ملحوظ في بغداد ولأسباب بعضها قد تكد لا تذكر لبساطتها ارتفاع معدلات تلك الجرائم يؤشر لدور أمني يتطلب أن يتفعل بشكل أكبر للحد من تلك الجرائم وتبعاتها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر